بسم الله اهلا بحضراتكم مع فيديو جديد على قناتكم قناة الشروق للحماء النهاردة ان شاء الله عمل لكم فيديو حصري هنتكلم فيه عن تركيبة طبيعية من مكونين اتنين طبيعيين تعتبر اقوى رافع مناعة للطيورك وكمان مخصب للطيور وبتزود انتاج البيض تعتبر علاجك في نفس الوقت ومحسن للنمو خلوكم معايا هنقول هي التركيبة بتاعتنا ونسب استخدامها بس خلونا قبل مبدأ الفيديو ارحب بكل اخواتي المشتركين الجدود في القناة وخالص شكري لكل اخواتي اللي بيدعموا المحتوى سواء باللايك او بالشير او بتفاعلاتهم الطيبة باهتم دوما بقراءة تعليقاتكم والرد عليها وان شاء الله نبقى مع بعض دايما في الخير وفي الزياد نخش في الفيديو بتاعنا على طول طبعا يا جماعة كان فيه المنتج ده اللي هو زنسن ده كان من خمسة لستة جنيه وما عادتش متاحة او متوفرة المنتج النهاردة بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين اسمه جنساكو طبعا اللي ززة ديت بسبعة جنيه ده بارة عن جنسنج وحبة البركة كما انه بيمتاز عن الجنسنج العادي الشراب ان الجنسنج هنا تركيزه داعف تركيز الجنسنج اللي هو في الشراب اللي هو حدو بس بالاضافة لوجود زيت حبة البركة معا خلينا بقى قبل ما نقول ازاي هنستعمله للدواجن نتكلم عن فوايده طبعا هو كده عرفنا انه مكاوم من حاكتين اتنين الجنسنج وده نبات طبيعي وحبة البركة وده نبات طبيعي طبعا فوايدهم عديد عليهم دراسات كتير اوي خلينا نشوف خلاصة الفوايد اللي تفيدنا احنا او تفيد الطيوة الجنسنج بيعتبر يعني مكافح لانواع من البكتيريا وبيزيد من مقاومة الطائر للفيروسات ممكن نستعمله كمان زي ما اثبتت الدراسات قبل التحصين بـ 48 ساعة وبعد التحصين بـ 48 ساعة وبيزود من مقاومة الطائر لردت فعل التحصين والامراض خاصة الانفلونزا والاي بي او الياي كورونا الطيور ودي افردنا لها فيديو خاص هنا على القناة لما بنيجي نستعمله اثناء العلاج مع المضادات الحيوية بيزيد من فعالية وكفاءة عمل المضادات الحيوية بالذات الناس اللي هي بتشتكي ان المضادات الحيو ما بيجيبش مفعول اوي لا استعمله بيجيب نتيجة كويس الجنسنج يعتبر يا جماعة فاتح شهية خلي التور بتاعتك تقبل على الاكل انت بالذات لو لو في زغاليل هيبى حجمها كويس لو بتربي فراخ مثلا دواجن تسمين هيبى حجمها كويس لو دواجن بيضها يبى حجم البيت كويس الجنسنج يعتبر منشط للطائر بواجه عام ومضد للاجهات كمان انه بيزيد من نشاط الجنس للطيور وبيعتبر مزود للخصوبة نخش بقى على المكونة التانية من المنتج بتاعنا اللي هو حبة البركة حبة البركة غنية فيها نسبة بروتين وغنية بمعادن زي الحديد والفسفور والكالسام يعني تعتبر مصدر لبعض الاملاح المعدنية فيها فيتامينات خاصة فيتامين الف والنياسين حبة البركة بتحفز انتاج البيض وبتساعد على زيت انتاج البيض وبنيجي نستعملها مع العلف بتاع الطيور ممكن تخش فصورة زيت او مسحوق ناعم بودر بنسبة اتنين في المية حبة البركة على العموم بتزود برضو من الخصوبة ونشاط الجنس للطيور حبة البركة بتقوي من الجهاز المناعي ايبى هي بتأكد برضو على فعلي الجنسنج او متكاملة ما بتحسن من التحويل الغذاء للطيور واستفادة الطيور من الغذاء المأكل لا تأثير برضو على بعض الانواع من الديدان نيجي للنقطة المهمة ده استعمله ازاي وكيفية استعماله الجرعة المناسبة والجرعة المنضبطة عشان برضو ما تأثرش علي الطيور عندك بالسالب ممكن استعمله مرتين في الشهر بمعدل يوم او يومين لكل مرة الجرعة بتاعته باجب الازازة اللي هو اللي قدامي ديت باخد منها غطى على لتر مية يعني نقدر نقول خمسة سنتي على لتر مية ده تستعمله للطيور عندك وانا طبعا الحمد لله بستعمله نتائجه كويسة جدا نتائجه ملحوظة بيزود الخصوبة عندك ممكن تستعمله قبل عملية البيض هيحفز انتاج البيض هيزود نسبة الخصوبة في البيض هيزود نسبة الفأس عندك هيحس من الصحة العامة للطيور الجنساكو ده او المنتج اللي احنا شايفينه معنا ده سهلوا سبعة جنيه ممكن تستعمله قبل عملية التحسين زي ما احنا قلنا على المطلق ورافع مناعه اتمنى ان الفيديو البسيط ده يكون عجب حضراتكم وتمنى حضراتك ما توقفش المعلومة عندك شارك الفيديو وانشره فتدل على الخير كفاعل ان شاء الله باذن الله نلقاكم في فيديوهات حصرية وجديد على قناتكم قناة الشرور الحمام دمتم في حفز الارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة